احبش اكله واحدي احبش كله واحدي يا شكل ان انت عندها فصل اش بقديه طيب خلينا نتكلم عن السويتش السويتش هو اي the switch is the most common tool to open and close the electric circuit احنا بنستخدمه ان احنا نعمل opening and closing to the electric circuit تمام طيب بيقولي بقى when the switch is closed لما switch هي الما جد هي الما روحة فين تحس تحس يلا يتشربانش جتي بوقت يتشربانش يتشربانش مستدل وقت يتزيبان يلا يا قال ما الحتة دي ركب تريم نتكلم عن السويتش قلنا السويتش ده هو الموست كومن طول تو اوين ان دي كلوز ده سيركت هو اللي بستخدمه ان انا اقفل افتح السيركت تمام طيب هنا دي كلوز سيركت طيب هنا وين ده سويتش is closed لما السويتش ده تكلوز يعني ايوا ايوا دي very important فعلا it closes the circuit كده السيركت بقت مقفولة closed electric circuit دي يعني electricity flow electricity ماشية فين في السيركت دي يبقى لما السويتش يكون closed يبقى انا عندي closed circuit electric current flows through this circuit يبقى السويتش نفسه معموله ايه؟ معموله turning on يعني انا مشغليه انا فتح النور طيب هنا لما يبقى السويتش is opened يعني انا فتحة كده اهو عملاله turning off يعني انا فصلة الكهرباء it opens بيخلي بيخلي السيركت دي مفتوحة و electric current doesn't flow مش بيمشي في السيركت يعني السيركت دي مفتوح طيب ده لما يبقى عندي closed circuit وابن سيركت طيب انا عندي كم طيب من السويتش عندي two types of switch عندي manual switch والautomatic switch manual switch هو switch can be manual يعني ايه manual يعني انا البشر غالب انا اللي بفتحه وانا اللي بقفل زي الزرائر بتاعت النور بتاعت اي قوضة واي غرفة هو ده manual switch انا لمعوز افتح النور بدوس عليه لمعوز اقفل النور بدوس عليه فده manual يعني يدو انا اللي افتحه وانا اللي اقفله بنفس عندي نوع تاني من السويتش هو automatic switch ده switch بيقفل ويفتح لوحده طيب مين اللي بيخليه يقفل ومين اللي بيخليه يفتحه يبقى هو switch can be automatic such as the internal switch in a thermostat بيبقى موجود في الثيرموستات ده طيب الثيرموستات ده which adjusts the temperature inside devices such as refrigerator يبقى ده جهاز عندي فيه thermometer من جوه بيقيس درجة الحرارة لما يوصل لدرجة الحرارة المطلوبة هو لوحده بيخلي switch closed قصد بيخلي switch turn it off open يعني بيفصلي بيقفل circuit بيفتح circuit طيب لو هو لسه موصلش للtemperature ده بيعمل ايه بيخلي circuit closed علشان يفضل يسقع تفضل الرفريجيريتور بتسقع تسقع لحد بتوصل للtemperature اللي احنا عادي يبقى هو thermostat فيه thermometer من جوه وهو بيتحكم فيه switch can be automatic open it or close it according to the adjusted temperature بناء على temperature اللي احنا ايه يضبطنهم تمام يا الما طيب انا عندي conductors وعندي insulators ال conductors دول هم material through which electric current flows easily يعني بيسمح للالكتريست بيعمل flow through it ده electric conductor طيب electric insulator materials which not allow electric current to flow مش بيخلي الالكتريست بتعمل flowing فده insulator زي مين زي ال rubber وزي بلاستر بنقول عليهم ايه bad conductors of electricity يعني موصلين غير جيدين للكهرباء على عكس الالكتريك conductor بنقول عليهم good conductors of electricity يعني بيوصلوا الالكتريستي كويس طيب مين بقى good conductor of electricity all metal عندي كل المتل زي مين زي الام زي الكبر زي الالمين plus الووتر اه ايه كله كله اه الالكتريستي كل المتل هتلاقيها بتوصل الالكتريستي plus الووتر كمان هي conductor of electricity طيب عشان نبقى سيد ليه نمسك ليه الووتر بتوصل الالكتريستي ايه تبقي كهرمائي ولا ايه مش بهم ليه الووتر دي حاجة من خصائق بروبرت ساعت الووتر دي حاجة ما فاشلي هي بروبرت ساعتها انها بتوسط الالكتريستي ايه ايه بتعمل ايه بالزبط يعني بتحطها زي عشان بتعمل electric conductor انت مش بيتحطيها مش انت عندك اجهزة كتير بتستخدم ها بالكهربا وهي نفسها بتستخدم موتر زي ايه زي الغسلات غسلات الهدوم غسلات الاباق اه ايه حاجة بيكون فيها ووتر وفي نفس الوقت run يعني بتشتغل بالالكتريستي فلو في حاجة مش مظبوطة في الكهربا بتاعتها من جوة هلاقي ان هي بتكهرب من بره غسلات نفسها بتكهرب او الميا اللي فيها بتكهرب تمام طيب عشان نبقى سيف بنعمل ايه الما بنعمل insulating للوير يعني بنعمل لها ايه بنعمل لها يعني بنغطيها بلاير من الربر او بلاير من البلاستيك يعني طبقة من المطاط او طبقة من البلاستيك ليه علشان هم مباد to protect people from electric shock عشان تحمينا من electric shock او الصدمة الكهربائية اللي ممكن تؤدي لإيه تؤدي لل this may cause this because the human body contains a lot of water which is a good conductor of electricity ليه احنا بننمس الكهربة بنكتهرب علشان our bodies contain large amount of water عندي نوتر كتير في جسمين فبالتالي هنبقى احنا كمان good conductor of electricity هنوصي electricity عادي اوكي 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 طيب ايه كمان هنتكلم عن الجنريتور اللي جبنا تعريف الجنريتور لقينا محدش عارف تعريف الجنريتور طيب الجنريتور ده هو ايه هو device can change mechanical energy او kinetic energy into electrical energy يبقى هو device بيقدر يحول mechanical energy او طاقة الحركة to electrical energy used in lightning house and operating electric devices ممكن نحن نستخدمه ان نحن ننور البيوت او نشغل اجهزة كهربائية طيب بيشتغل زي الجنريتور بيبقى عندي large magnet عندي مغناطيس كبير او عدة يعني كزا مغناطيس كبير وكمان في coil طيب ايه اللي بيحصل انا ببقى عايزة ان انا اخلي المغنط ده يعمل spining spining يعني to rotate around its axis يفضل يلف حوالين نفسه كده طيب هو لما يتحرك دي طاقة اسمها ايه اسمها kinetic energy تمام بالحركة بتاعة المغنط دي او kinetic energy of the magnet هلاقي اني في electric charge generated in the coil الكويل ده هلاقي انه بقى في electric charge كده انا عملت generating the electricity ولدت the electricity من spining of the magnet تمام تمام طيب احرك المغنط ده ازاي انا عدت حاجة اتحركلي المغنط ده احركه ازاي يقوللي large magnets دي spine at high speed كل ما الاسبيت بتاعتها تزيد كل ما الالكتريسيتي تزيد الاماوت بتاعة الالكتريسيتي تزيد فنلاقي spining magnets generate electric charge on the coil wire electric charge في الكويل دوير دي so الالكتريسيتي is produced الالكتريسيتي عندي generated او انتجناها او طلعناها طيب عشان احرك المغنط ده انا عندي three ways ان انا اخلي المغنط ده in the generator to spine اول حاجة water in the dams المية اللي بتبقى في السد are used to operate water turbine انا عندي حاجة في النص اسمها water turbine water turbine ده بينقل الحركة بتاعة الووتر للجنريتور يعني الووتر تنزل على الووتر turbine الووتر turbine يحرك للمغنط دي causing the magnets in the generator to spine بيخلي بقى المغنط دي تعمل spinning around its axis يبقى اول حاجة الووتر طيب تاني حاجة الويند الويند يعني الرياح are used to operate wind turbine بتحرط لبردو الويند turbine يبقى انا لازم عندي في النص between الويند وبتوين الجنريتور في wind turbine between الووتر وبتوين الجنريتور في الووتر turbine يبقى لازم في تربين في النص التربين ده هو اللي بيوصل الحركة للجنريتور يبقى الويند يوز to operate wind turbine بتحرط للتربين بقوة الرياح بتخلي المجنط اللي هنا ده يعمل يبقى دي تاني حاجة طيب تاني حاجة عندي source of fuel زي الكون يعني يكون عندي fuel يعني وقود بعمل بي ايه بسخن بي المير يبقى انا عندي كول بولع في الكون ده او بولع في الفحم بيعمل ايه يسخني water بكون حاطة فوق water بتعمل boiling after it boil بتتحول الستيم يعني بتتحول water baby الستيم ده بيكون عنده قوة كبيرة heat energy كبيرة بتعمل ايه بتحرك لبرضو التربين يبقى الستيم بيعمل movement للتربين then التربين بيعمل خلي الماجنت يعمل ايه يعمل spinning around its axis وبرضو يعمل generating للالكتريست تمام 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 طيب عندنا حتة صغنوطة بتتلغبطوا فيها برضو ألا وهي attraction or repulsion force أو الفرق بين الماجنت وال gravity اهي الجرافتي يا جماعة والماجنت اللي اتنين are forces هما اللي اتنين force طيب اللي اتنين we can see them لابنشوف الجرافتي ولا بنشوف الماجنت بس بنشوف الافكت بتاعته يعني بنشوف ان اي حاجة على surface of the earth is attracted to يبقى انا بشوف افكت بشوف ان انا لما بقرب حاجة من الماجنت بيحصل لها attraction دي يبقى انا بشوف الافكت of الماجنت لكن مش بشوف ها هي نفسها يعني مش لازم الحاجة تكون لازقة فيهم علشان يحصل attraction الجرافتي دي بتعمل حتى لو في plane في air ويزا 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 تكون برضو الجرافتي بتعمل لها attraction وهكذا الماجنت لو في حاجة محطوطة inside the magnetic field بتاعت الماجنت يعني حاجة دخلة في المجال بتاعت الماجنت بيعمل لها attraction without direct contact يعني من غير ما يلمسها بيعمل لها attraction من بعيد لحد ما اتقرب عليه يبقى دي similarities between الجرافتي وبتوين الماجنت طيب ال difference ايه ان الجرافتي attract an object that has mass اي حاجة عندها mass الجرافتي بتجذبها لها حتى ال air يعني احنا ايه اللي مخلي الاتموسفيريك air او الاتموسفيريك اه اصدق الغلاف الجوي ليه ايه اللي مخليه دايما حوالين ال انه برضو معموله attraction بال gravity الجرافتي سحبا فمخليه ال air دايما محيط بال earth طيب الماجنتزم لا الماجنتزم بيعمل attraction to certain materials only المaterials اللي هي بنقول عليها magnetic او بتنجذب للمغناطيس بس هي بتنجذب لكن في حاجات زي البلاستيك زي الربر مش بيحصل لها attraction بال ماجنتزم يبقى gravity على اي حاجة ليها ماس الماجنتزم بتعمل attraction to certain materials طيب الجرافتي دي ما لها الجرافتي دي is a pulling force on يعني قوة جذب بس pulling يعني attraction force بس pulling يعني سحب او attraction يبقى gravity بتعمل pulling او attraction للobject towards the center of the earth نحية center طيب الماجنتزم الماجنتزم هنلاقي في الاتنين هنلاقي في pulling force يعني attraction force قوة جذب او قوة سحب وهنلاقي فيها pushing force يعني قوة ايه دفع يعني repulsion يبقى بتعمل repulsion وبتعمل attraction اللي تقيد يعني بتعمل pulling force وبتعمل pushing force يبقى attraction هنا هي هي بمعنى pulling force repulsion هي هي بمعنى pushing force اوكي اوكي ايه تمام 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 لو حد قرر غلصة قضيتها قبل كده هنزعل معه بعض جامد جامد ام تمام اوكي مش با ما يمشيش همشيش فيعمل زي لاتدي طب اللي هيعمل يا ماما مش عاك فأيا طب يقوله هديله بوسة كبيرة اوه بوسة دي انتم ملكوش في الحاجات المعنوية ايجي بها لمن معكم انا معطلوكم قلب مش هيفرق طبعي ما نبقى نشوف هنعملو اوكي 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 عندنا حسة جاية مراجعة. ارجو منكو ان انتو تراجعوا الكنسيبت ده واللي حس ان في حاجة تاني مش فاهمها. انا ممكن عندها له تاني ايه? اللي جاي. تمام? اوكي. حد عايز حاجة? يوم الاحد. يوم الاحد ان شاء الله اخذ من الساحل قبل الامتحان. اللي عنده اي حاجة مش فاهمها. اي سؤال وقاف قدامه. اي حاجة يراجع نفسه كده عشان يوم الحد اخر المراجعة وبعد كده المتحان يوم التالي. فعلا. أكيب. اوكي. طيما عليك. اعليك. ما سينا يعطي لاردك? شكرا